الرحمن الرحيم أعزائي طلاب الفرقة الأولى قلت بالبطري جامعة بنها أهلا بكم في المخاضرة الثانية لعلم التشريح دي بعنوان general osteology أو علم العظام العام osteo يعني bone, ology يعني science السكليتون أو الهيكل is a framework of hard structures, bones and cartilage which support and protect the soft tissues of the body منظومة من الأنسجة الصلبة العظام والغضاريف التي تدعم وتحمي الأنسجة الرخوة للجسم شايفين طبعا العيكل قدامنا هو بتاع الهورس كم مجموعة من العظام زي الجمجمة, العمود الفاقري عظام القائمة العمامية, عظام القائمة الخلفية الضلوع hard structures طبعا السكليتون بينقاسم إلى end skeleton ده embedded in soft tissues مدفون في الأنسجة الرخوة we drive it chiefly from mesoderm مشتق أساساً من الميزودير وفي ex skeleton situated externally situated externally وخارج الجسم مثل كشور الأسماك وشيل وفتورتل وصدفة الصلحفاء وزي الأظافر وقرون وريش دي كده دي كده وده درايفد أساساً من الايه؟ من الايكتو تير ده الايكزو سكليتون طيب يبقى الايكزو سكليتون طبعا ايه؟ اندو سكليتون بنقسم إلى axial وابنديكولر وسبلانكنك او visceral فالأيكزو سكليتون ده بيشمل الهايكا المحوالي بيشمل الـ سكال وفرتبرا القلم الجمجم والعمود الفاقري وضلوع و القص في بقى بنديكولر سكليتون او الهايكا الدعامي او اللاحقي بيشمل البونز وغالبا نظامها بيبقى لونج بونز وطبعا وفيها بقى شورت برضو وفيها فلقت بونز لما نيجي للنوع التالت اللي هو الاسبلانكنك سكليتون اسبلانكنك سكليتون او الvisceral اسكليتون الهايكا للحاشوي ده في certain بونز اعظام معينة developed by تنشأ في soft organs عضمة القضيب في الكلب والأسكوردس في الأوكس عضمة القلب في الأبكار والأوكس دي أفراجماتس وفي كامل وعضمة الحجاب الحاجز في الجمل دي اجزاء الايه الاندو اسكليتون وكلها نها شايفين كده الهيكا العظمي بتاع الايه بتاع الحصان اسكليتون او فورس قدامنا وعليه الايه وعليه البيانات في بقى الاسكال والفرتبرا القلمة هي ده اجزاء الاسكليتون والربس معاهم وفيه الاسكابولا والهومرس وغيره دي اللي هي الابنديكولا السكليتون اللي هو البونز بتاع الفور والهيندلينب انما مش باين فيه اسبلانكريك او الفيسرا السكليتون انا شايف السكليتون افدوجه قدامي وفيه الاسكال بالموف وبقية الاسكال بالاخضر اللي هو الفرتبرا القلم والربس انما الابنديكولا السكليتون بالايه باليولو كارار دي البونز بتاع الفور والهيندلينب انا اللي بالسلايد دي ونيجي نشوف ادي الحاجات بتاع الاسبلانكنس كليتون هي الاوسبينز ده شايفه وتحت دورز الفيو كلمة كنين يعني الكلبيات او الدج انما الفيلاينز القطيات الاثنين على بعض اسمهم الكارنيفوراس اكلات الوكارنيفوراس اكلات اللحوم كنينز كلبيات وفيلاينز قطيات طول الاوسبينز 10.5 سنتي في الدج ونص سنتي في الكات ايه وظائف الاسكليتون support the body يدعم الجسم روافع للحركة protect soft parts بيحمل الاجزاء الرخوة ايه كما معانا هيبقى ايه source للمينيرالز يعني الكالسام والفوسفوراس هتبقى موجودة في الايه في البونز فبالتالي ده هتبقى ايه source ايه الاتاتش منتوف ماصلز العضلات هتمسك في الايه في العظام مينيرال هي مستسس ريزير في الكالسام والفوسفوراس زي ما قلنا وهيبقى ايه خلايا الدم انا كان شايف بيكون خلايا الدم يبقى ده فين وخاع العظم ايه بيكون خلايا الدم صورة بقى كده ارتستيك كده باسماء الحاجات انما لما نجي نقسم البون نقول classes of bones او classification of bones تصنيف العظام او هتتقسم الى long اعظام طويلة اعظام قصيرة اعظام مفلطح الريجولار اعظام غير منتظم السيسامويد اعظام سمسماني او كده الـ long bone elongated بتبقى مطولة سيلندرية الاصطوانية هاف شافت لها جسم شافت او ديافلس عند الـ large extremities ونهايتين منتفختين الـ large فيه الـ limbs في العظام القوائم زي الهيومرس عظمة العدد الـ tibia عظمة الصاق الفيمر عظمة الفاخر act as lever and supporting the columns supporting column act as lever بتشغل قرا وافع وبتعمل supporting للعمود الفقري يبقى long وشورت وفلات والسيسامويد الـ elongated وشافت and elongated extremities يعني نهايتين enlarged او كبار التالي بنتكلم عن الـ long bone فالـ long bone هيبقى فيها ايه ثلاثة ايه مركز تعظم اللي فيه ايه تكوين العظم اللي فيه العظم حل مكان الغضروف مثلا او اذا كان فيه ميمبرين او اشياء قبل كده واحد في الـ diaphysis واثنين في الـ ايه في الـ abphysis واحد ELSE واحد مركز تعظم الفي الـ diaphysis فى الـall ولما نفسك الغضروف أو term بتاعه طبعا هيومرس والـ لما اجي للنوع الثاني من الكلاسز و البونز اللي هو الشورت بونز العظام القصيرة دي بيبالها سيميلار دايمينشنز ابعاد متساوية تقريبا اللينس والويس والسيكنس الطول والعرض والسومج زي القربل والطرسة البونز عظام رزغ الايه اليد وعظام رزغ القدم او رزغ القائمة الامامية ورزغ القائمة الخلفية العظام دي بتعمل ديفيوز لكونكاشن او بتوزع الاحتزازات ديفيوز كونكاشن بتوزع الاحتزازات الشورت بونز يجو اللي بيبقى فيها سينجل سنتر اوفيسفكيشن يعني مركز تعظم ايه مفرد واحد وزي ما اتفقنا انها لها سيميلار لينس ويس اند هايت والمثال بتاعها كاربل اند ترسل بونز زي ما احنا شايفين كنا قدامنا لما ليجي ليه الطائفة الثالثة من طواقف العظم اللي هي الفلاد بونز يبقى مبططة او مفلطحة يعني ممتدة في اتجاهين دي بتعمل جيف اريا فور اتتشمنت او ماصل سوفيشنت اريا بروفايد بروتيكشن تو اندال لينج او ارجان ساشي اسبرين لانج هارت مثال بتاعها السكابولا وي ايه البونز والسكال وي الريبس يبقى دي اا بما انها فلاد فدي بتعمل بروتيكشن اا بروفايد بروتيكشن تو اندال لينج او ارجان للاعضاء اللي بتاقع تحتها زي المخ الفلاد بودع السكال بتعمل بروتيكشن للمخ السكابولا بتعمل بروتيكشن السكابولا والريبس بيعمل بروتيكشن للاعضاء والايه والهارت دي اللي هي الفلاد بونز هادة السكابولا طبعا شفتوها زي المان شايفين كده بوفاين يعني اوكس او او مشترات كبيرة شايفين الليفت اسكابولا بتاعت الاوكس وشايفين وشايفين الانفراس بانس فصة ونسبا بينهم 1 الى اا 3 وشايف الاكروميون بروسس اا في نهاية الاسباين والسكامول الرابعة طائفة من طوقف العظام هى الانريجللارボونز الانريجللار بونز اللي كانfolه غير منتظم ده ببلايها اريجولر شيب اا شكل غير منتظم والمثال بتاع الفيرتبري الفكرات وبعض البونز بتاعت الكرينيام او بيزوف كرينيام او اا اا العظام الجمجومة اا بعض عظام الجمجومة شايفين هناك الانفرتيبري كده الفرتبراهية او الفقرة بيبقى فيها بودي وقرش وفي سفر البروسيسز فشكلها غير منتظم لا قدرولها على لونج ولا شورت ولا ايه ولا فلات في عظم اسم السموية بون دي بجيبها سمول ممكن نعتبره كشورت موجود في الكابسول بتاع بعض المفاصل او في الاوطار وده بيعمل ردوس الفريكشن و تشينج الديريكشن افتينتون ردوس الفريكشن بيقلل الاحتكاك وبيعمل تغيير لاتجاه الاوطار لنبتاع الهورس الهورس طبعا هو إصبع واحد عند جنكشن ما بين متاكاربل وبروكزمال فالنكس بتاع الإصبع فموجود السامويد من ناحة الخلف بسموه بلالمر السامويد في الفورلم وبلانتر السامويد في الهيند في بقى أيضا من طواف العظام في حاسبش في الهاز بونز زي النوماتيك بونز كلمة نوماتيك البي سايلانت زي النومونيا كده نومونيا اللي هو التابر ناوي فالبي سايلانت بتبدأ بالبي نوماتيك بونز 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 دي بونز which are excavated to provide air spaces excavated يعني تكون فيها cavity وبين طبقتيها فبالتالي زي مثلا البرانيزل سينوسز بتاع الماملز أو رجيب الجرأنفية في سادييات وبالنسبة للسكريتون بتاع البيردس أيضا البيردس عشان بتطير ولازم كسفتها تبقوا ليلة فالأكاس الهوائية في الطيور بتمتد داخل بعض العظام فده بيسموها نوماتيك بونز لأن البونز excavated يعني يكون فيها cavity واحتوت على هوا أنا شاوت ده دلوقتي سقال مأسوعة من نص يبقى هاف سقال يعني وبعدين شايفين frontal sinus frontal sinus الجيب الجابهي اللي هو لأن عظمة الفرانتال بونز حصل فيها excavation وهذه cavity اللي هو الفرانتال sinus ده مثال النوماتيك بونز لو جينا سألنا نفسين نقول نا هو إيه اللي ستركشور بتاع اللونج بونز اللونج بونز بتتكاون من إيه نبصنا إنها بتتكاون من compact substance ده بيسموه العلي الجوهر الصلد دي الcompact substance هو العظم نفسه بيبقى sick at the middle أو at and near the middle وبيبقى sin towards the extremities ده اللي هو الإيه الcompact substance في حاجة تانية آآ اسمها ال spongy substance ال spongy substance بتتكاون من أو العظم الإسفنجي أو المادة الإسفنجية أو ال cancilla spon بيتكاون من bone plates and specules صفاة حظمية واشويكات آآ بتتقاطع intersect with each other forming marrow spaces بتكون فراغات للناقي أو نخاع العظم آآ طب دي بتبقى موجودة فين دي ال spongy substance دي بتكون البلق بتاع short bone وبتكون the extremities بتاع long bone بيتملك the extremities of long bones آآ وبتمتد كمان a long shaft for a distance ده the spongy substance ثالت حاجة اللي هو البريوستيام البريوستيام ده ده اللي هو the external membrane which invest or cover the external surface of bone except when it is covered with cartridge آآ البريوستيام ده هو أو السمحاك آآ ده آآ العظم اللي عندنا في المشاريع ما فيهش بريوستيام النمو العظم الفريش آآ اللي احنا لسه طبقينه وبناكله سواء كان آآ دجاج أو لحوم بيبقى عليه إيه بيبقى عليه بريوستيام عليه من brain ممكن نقشره كده عشان نوصل لشكل العظم اللي موجود في المشاريع عن دينه البريوستيام بيكون من اوتر بروتيكتف فيبرستير طبقه خارجيه حاميه ليفية عفوا وينر سيلر ويسو جينو كلير وطبقه داخلية خلوية آآ 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 مولدة لخلايا العظم بعد كده فيه حاجة اسمه الاندوستيام ده سم فيبرست ممبرين آآ غشاء ليفي رقيق وتشيل انزا مضالة الكافتي بيبطن المضالة الكافتي او التقويف النخيع للعظم المارو او النخيع بيشغل بتاع السبونشي بون والمضالة الكافتي بتاع اللونج بون في عندنا نوعين من النخيع يلو مارو يلو مارو يعني نخيع آآ أصفر ده موجود في الأدلت بس وده بيبقى الاندوستيشو وريد مارو موجود في اليانج وفي الأدلت وده مكون ده خلايا الدم آآ الكيميكال كومبوزيشن وبون او التركيب الكيميائي للعظم بنسبة واحد الاثنين آآ اورجانيك الى ان اورجانيك آآ ثلاثة وتلاتين في المية اورجانيك آآ ماتيريال و سبعة ستين في المية ان اورجانيك الارجانيك الثلاثة وتلاتين في المية ده بيباموس لكلاجل ودي مسؤولة عن الاستيستي او مرونة العظم انما الان اورجانيك دي مسؤولة عن الصلابة وبتاشمال سبعة ستين في المية دول يوم التلتين كالسام تسعة تلاتين في المية فوسفيت سبعة تراشر في المية الكربونيت تسعة وتمانية من عجرة في المية و املاح اخرى هميجي نشوف برضو كومبوزيشن بونت بنكمل نفس الحكاية في ايه الحاجات المنهاش في الاصليل اللي فاتت البوتاسيوم اثنين من عجرة في المية السوديوم سبعة من عجرة في المية المغنيسيوم نص في المية اее وهكاذا انا ما الكربونيت تسعة وتمانية من عجرة في المية الفوسفيت سبعة تالشة في المية و الكالسوم تسعة وتلاتين في المية الفوسفرس والتوتال بتاع الامل اورجانيك سبعة و ستين في المية والتوتال بتاع الارجانيك تلاتة وتلاتين في المية ده الكيميكال كومبوزيشن اوف بوون فاكر بقا لما كنا bandaقول فيه الفانكشن وفي سكيلوتون هو عبارة عن ريسرفور او مخزن له المنرالز وهي يعمل هيعمل لنا التوازن ولما نحتاج املاح الجسم هنسحب من الايه من العضم واكده فالصوديم والفوسفرس طبعا زي ما انت كده اكتر اتنين وبنجبتهم تقريبا اتنين الواحدة هو الكالسيوم تسعة وتلاتين والفوسفرس السبعتاشر كده الفيزيكال كاراكتر البون الكالر لون العضمي يلويش وايت انفريش ديت بون يلويش وايت ويبقى وايت ويبقى وايت ويبقى غلناه وبيضناه مثلا بالهايدروجين بروكسايد ستوقته هيبقى لونه وبيض الفيزيكال كرافتي بتاعت البون او الكسافة النوعية للعضم بتاعكم باكت بون واحد وتسعة من عشر بتاع المياه طبعا واحد يعني وزن الجرام كام او نصول ايه وزن السنتيمتر المكعب كام فاللي ايه واحد وتسعة من عشر العضم بيبقى صلب وبيقاوم الضغط ده لو عضم سليم طبعا يبقى لونه يلو شوية في الفريشدد وبيبقى white when boiled and precious the bone is very hard and resistant to pressure لما اجي انا شايف كده قدامي long bone على اليمين العضمة نفسها تعظمة التبية مثلا وبعدين في النص في العضمة نفسها برضو ولكن فصل الابيفيسيس عن الدافسيس عشان يقول ان هي بتكاوم من كده وفيه ثلاثة وستفكيشن سنتر وعلى الشمال شايف دياجرام الدياجرام طبعا عليه بياناته وقال ان العضمة نفسها بيكون من دافسيس او شافت واثنين الكيستراميتس proximal ابيفيسيس وديستال ابيفيسيس بعد كده عندي ايه هبصى لقيه فيه طبعا مضالة كافيتي موجود في نص العضمة هو وبعدين فيه سبونجي او زي ما احنا شايفين كده وبعدين فيه بريوستيام خارج ايه خارج العضم وفيه كومباك سابستانس او كورتيكال بون هتبقى سيك انزا ميدل وسين انزا بريفاري طبعا فيه كارتلج بروكزما الابيفيسيال كارتلج وديستال ابيفيسيال كارتلج ده اللي هو الابيفيسيال بليت اللي بيحصل عنده استطالة العظام الطويلة واللي بيتحاول العظم عندما يتوقف النمو ومثلا في الانسان في 17-18 سنة مشاير والتاني يبقى كده انا شايف دلوقتي شايف اللي بالازرق ده على شمال بريوستيام بيكون من طبعاتين اوتر لير اوتر فايبرس لير وينر سيلور استويجينيك لير دول طبعاتين بتاع البريوستيام بعدك انا شايف خلايا العظم بتنتظم حوالين سنتر في دايرة حوالين سنتر وشايف نيوترانت ارتري او الامعد من نيوترانت فورامين اه هو وشايف الايه العظم في ناحية الداخل بقى على اليمين شايف الميضالري او المارو كافيتي واللي دي اللي هو سبونجي بون البوني بليتلس اندس بيكولز وبينها فراغات اللي هي المارو سبيسيس اللي هتحتوي على البون مارو ايه هو المدد الدموي والمدد العصبي للعظم نشوف الفيسلز بيبقى فيه عندي في حاجة اسمها بريوستيا الارتريز رامافاي ام بريوستيام فيه الغشاء اللي لابس فيه ميضالري ارتري داخل الميضالري كافيتي بيخش من نيوترانت فورامين من السقب الغذائي بتاع اللونجوبون ورامافاي بيتفرع فيه فيه المارو فيه فينز ممكن تصاحب الارتري او تخرج من عند النهيات هي والليم في فيسلز النيرفيز او الاعصاب الكمباني البراد فيسل بتصاحب الاوعاية الدموية وبيه اما فازوموتور او سينسوري لاسف فازوموتور يعني هتخش على الاوعاية الدموية تعمل لها ايه فازو ديالتيشن يعني ده فازوموتور يعني تساعد يقاق الاوعاية الدموية واما انها تبقى سينسوري او حسية اعصاب حسية يبقى عندنا بريوستيال رايح للبريوستيام او عاية دموية ميضالري دخل الميضالري كافيتي بتخش من ايه نيوترنت فورامين ماشي بتاع اللونجبون بعدين ايه رامفاية تتشعر تعال نشوف كده عندي على الشمال اهو شكل ليه لونجبون بيكون من شافت او دافسس واثنين ابيفسس فبص الاقي فيه عند نيوترنت ارتري اهوه من ناحية اليمين اه بتاع الرسمة اللي على الشمال نيوترنت دخل من نيوترنت فورامين تقسم لفرع طلع الفوق فرع نازل لتاعت وبيتفرع فيه الميضالري كافيتي اه 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 فيه بقى فروع مثلا ايبيفسيال ارتري داخل في الايبيفسس من فوقه هو ايبيفسيال ارتري واحد من ناحية واحد من ناحية دي اه فيه طبعا عندي بريوستيال ارتريس جاية وداخله في البريوستيام ماشي ممكن حصل انا سيموزيس بين الفروع النهية بتاع دي و دي اما انا سيموزيس يعني تفمم او تفاغر فم شوريان ده يخش في فم شوريان اه ده فالمدد يجي من ناحيته اه لما اجي اشوف الرسمة اللي على الشمال برضو اه برضو فيه نيوترنت ارتري دخل من نيوترنت فورامين وتفرع في الميضالري كافيتي اه وفيه بفزير ارتري ازدخد في الايبيفسيز من فوقه من تاعته فيه حصل انا سيموزيس بين ده وبين ده وفي النصر بقى فيه تكبير ليه القصة ديه وليه الانستيموزيس ما بين الفروع المختلفة اه او المدد المختلف ليه الدم بتاع العطم بلدان دينوم سابلاي وبون لازمنا بتكلم نشوف سلاية تانية بيقولك فيه بريوستي الارتريس سابلاي البريوستيام ونيوترنت ارتريس اه انترسلو نيوترنت فورامين سابلاي وكمباكت بون اوف ديافيسيز اند ريد مارو فيه ميتافيزية الارتريس ميتافيزية الاند ايبافيزية الارتريس دي طبعا هتغزي الايه هتغزي الريد مارو والبون تشوقه بتاع الايبافيزيز شايفانا كده الايه نوترنت فورامين ونيوترنت ارتري ونيوترنت فين دخلين منه ودخل موضلر كافيتي وتقسموا وتفرعوا والفينال بلانشز ايه راعت عملت الانستيموزيز مع البريوستيال ارتري والبريوستيال فين والايبافيزية ايضا ايضا صورة جميلة اوي الصورة دي العظمة معطوعة وشايف انت اللي داخل من برا واللي جوة ايه والكمباكسر السنسي متغزية والسبونجي يبون متغزي والدنيا كل العلو هذا خلق الله فؤروني ماذا خلق الذين عملتوني برضو ايه بنوضحها با اكتر من صورة علشان دي كانت طلبة في السنين اللي فاتت بيشتكوا منها الحاجات دي فده البريوستيال ارتري سابلاي بريوستيال نوترنت ارتري نفس الكلام انترسلو نوترنت فورامين سابلاي كومباكت بون اوف دافس بتاع الشافت والريد مارو الميتافيزيال الميتافيزيال سابلاي البونتشو صورة واردو جميلة بس دي اكتفت على الارتري بس ممكن تقض دي كده عشان ما تلقبطش وتقول بقى الفين مصاحب الارتري هو كده التشريح انت تشوف صورة وتوصف من الايه من الصورة ده هي هالصورة تكر والكلمة تفر فيه مثلا روسي بقول ايه شوف مرة ومتسمعش 20 مرة انت ما تشوف الصورة دي مرة بتانك هتفتكرها كويس جدا احسن ما تسمع 20 مرة مش هتوصل لنفس الوصف اللي هتوصله بالرؤية بالرؤية هنا بقى هاو تصطادي بونس طبعا كلمة تصطادي جاد بالاسود على الخلفية السودة ماش باينة ودي الراجلة هو سعيد وداخل على دراس العطم وبيعمل ايه دانسنج فرحا بالحاجات اللي فهمها وتفاولا بالحاجات اللي فهمها دا هيكلك مش هيكل حد تاني ماشي 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 يا عم اعزف 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 يا عم ماشي هولا ما يجل التنمونولوجي وبونس الاسماء بتاع الاجزاء اللي على العظم فنوصل لها العظم دا هنلاقي يا بروجوكشن يا ديبريشن يعنو تقات او بروزات يا انخفاضات واي واحدة من دول ممكن تبقى تمفصلية يعني تشارك في تكوين مفصل او تبقى يعني غير مفصلية يبقى البونس عليها حاجات الحاجات دي تبقى نتوقات او بروزات مفصلية وفيه ماشي انخفاضات مفصلية وفيه يعني نتوقات او بروزات غير مفصلية وفيه يعني انخفاضات غير مفصلية ناكسمها برضه ترمزق curves كل واحدة فلاقي مثلالا الارتكولر فيها الهد والكندول والطروكلة و принципе فيها أم ان الارتكولر فهتشمل البرزيس اميننز ايبي كوندويل تروكليا تيوبروستي تيوبركل وريدج اما ان الارتكول الديبريشان زفا فيها الفصة والفوفيا والسالكس والساينس والفشر والكنل طبعا انت مستصعب ومش عارف الفرق بينهم انما هنقول كل واحدة لوحدها بصورة او برسمة وباشارة ليها وبتعريف مبسط بحيث ان هي ايه تثبت فلما ليجي مثلا كده نلاقي مثلا الهيد الهيد ده ايه ده روند برجيكشن وبيبقى فيه نك بعدها دي مش مكتوبة هيميسفيريكال ارتكول سيرفس سطحة مفصل نصف ايه كاراوي والمثال بتاع الهيد بتاع اليوم رأس طبعا شفتها كويس قوي والهيد وفيه مرة سخدها في التيرمي الجاي ان شاء الله اهو اهو وادي الفينجر بوينتر بيشير للهيد هيميسفيريكال ارتكولر سيرفس سطح المفصل نصف ايه نصف كاراوي ناشي بدأ اول واحد في الارتكولر برجيكشن بعد كده ننتقل الواحد التاني اللي هو ايه بقى اللي هو الكابيتيولم كابيتيولم كلمة كاب يعني هيد كابيتيولم small هيد اه ده المثال بتاعه اليومرس الديستال اكستريمتي بتاع اليومرس بتتكون من حاكتين تروكليا وكابيتيولم فالكابيتيولم ده is the lateral part of ديستال اكستريمتي of هيمرس small هيد ماشي ده اللي هو الكابيتيولم اللونه اللي لونه برطواني فاتحت light orange ده الكابيتيولم هننتقل لحاجة تالتة من الارتكولر برجيكشن برضو اللي هي التروكليا تروكليا يعني ايه بكرة والبكرة ده بولي لايك بولي لايك articular service بولي لايك يعني زي البكرة بكرة بالكاف مش بكاف مش كاو لا بكرة بالكاف زي بكرة الخيط زمان الخشب كان بيبقى اتنين ريجس وبينها ايه وبينها جروف بلوكة بلوكة خشب الكبيرة بتاع الكابلات الكهربائية اا وكده ممكن نلاقي برضو لو جبنا لفة سلك نبص لقى ايه سلك الكهربائي نبص لقى عبارة عن اثنين ريجس و جروف بس بتبقى بكرة بلاستيك يعني المثال بتاع برضو distal extremity بتاع اليومرس distal extremity بتاع اليومرس بيبقى فيها التروك ليادي و distal extremity بتاع الفيمر دلوقتي هنتقل الى 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 ايه برضو articular projection this more rounded projection ايه المثال بتاع الميديا الولادة الى بتاع اليومرس والميديا الولادة الى بتاع الفيمر ده articular projection لازم ترجمتها بالعربي الاسمال لقمة ولكن هي small round projection المثال بتاع الميديا الولادة 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 ننتقل ل articular depressions اول انخفاضات المفصلية ومنها glenoid cavity glenoid cavity بولوا عليه التجويف العنابي او التجويف الاروح ده shallow wide socket يعني حفرة ضحلة ووسعة ده اللي هو glenoid cavity بتاع الاسكابرة طبعا شفته وللتا ديه هو ضحل بالاغريك طبعا glenoid يعني socket clean socket glenoid قلنا ايه تجويف او shallow wide socket بعد كده عندي كارتيكولر ديبريشن تاني الكوتيلويد كوتيلويد ده بقولوا علي cup shaped articular surface أو cavity cup shaped cup shaped زي الفنجاني عويك عميك دوكا كان نضح اللي هو glenoid ده عميك بالمثال الاستابولم الاستابولم بتاع البلفك بون الحق تجويف الحقي تجويف حقي مش حقي حقي تعرف لما حد يقول لحد كتكسر حقك هو ده الحق ده بقى كسرته بقى صعب قوي وإلى اما هيبقى اصعب طبعا وممكن نخش في مشاكل تغيير نص مفصل ولا حاجة يعني فما حد يقول لحد كتكسر حقك ربنا يستجيب له والرجل ينكسر حقه وبعدين كده هنتعم الناس ليه بس بعد كده في حاجة اسمها الفاسد الفاسد دي فلات and smooth سيرفس سطحة تمافصول صغير اسمها سطايحة أو جايها سطايحة أو جايها أو صايحة تمافصولي لما يبقى الارتكول سيرفس سمول وفلات ده بنوع ليه سطايح أو فاسد دي الفاسد ما بين الكربال بونس والارتكول الفاسد اللي على ما بين الفقرات وبعض ننتقل ننتقل الى حاجة تانية من العلامات العظم ونروح بقى نان ارتكولر غير مفصل نان ارتكولر اخد 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 تيوبر سبيني بتاع السكابل السبيني بتاع السكابل السبيني السبيني كانت بتحمل فيه منتصفة تقريبا ايه تيوبر او تيوبر ولم اجي برضو لما في الهومرس فيه تيوبر سبيني ايه ماشي تيوبر كلب بيباس مول قلنا تيوبر سبيني السكابل او تيوبر بتاع الهومرس دي امثلة لتيوبر او تيوبر سبيني ايه اللي الان ارتكولر بروجيكشن اللي هو راوند برضو فيه عندي الهي البروسيس البروسيس ده جنرال تيرم أوف بروجيكشن يعني مصطلح عامل الهي لالبروس او النتوء المثال بقى فيه الانكونيال بروسيس بتاع القلنا القلنا عدمة القلنا اللي هي الزند فيها انكونيال بروسيس بالعرب اسم النتوء المنقاري انكونيال بروسيس أوف قلنا شايفين السهم الاحمر ده بيشاور عليها هو وبننتقل الى تيرم تاني مش تيرم تاني بتاع سأقول لا لأ تيرم يعني مصطلح تاني لينال ارتكول البروجيكشن فيها حاجة اسمها تركانتر التركانتر ده مختص يعني مدور والمدور ده موجود فيه في الفيما فيه تلاتة تركانتر جريتر تركانتر وليزر تركانتر وسيرد تركانتر في الهورس ماشي بقيت الحالات مفهز سيرد تركانتر ده روند بروجيكشن روند بروجيكشن فور روتيتور زي بيلفز العضلات الكبيرة اللي بتعمل روتيشن لاترال روتيشن لبيلفز بتمسك في المدور ده هي فالمثال بتاع جريتر والليزر وسيرد الهورس الهورس طبعا ليه في سيرد بقى الواحد وعشان في عضلة مفاصلة اسمها سبرفيشيا الجلوتية تب في بقية الحيوانات بتتحد سبرفيشيا الجلوتية مع البيسيبس وتعمل الجلوتية وبيسيبس فمش محتاجة سيرد روكانتر عشان تمسك فيها بتمسك مع البيسيبس برضو النان ارتوكول البروجيكشن في عندي ايه حاجة اسمها كريست وسباين وابوكندول فالسباين بتاع السكابولة طبعا او شوكة شوكة السكابولة ما احنا شايفينها كده اللي اسم ثلاثة لسيرفس الى صوبراسباين فصة وإنفرا سباين فصة لو السباين دي شارب هتبق ايه هتبق كريست يبق السباين دي ريس دريج حيد حيد ولكن مرتفع يقول علي اسم دي بنو بشارب او علي كريست عرف بقى الابوكندول دا عبارة عن نان артиكول البروجيكشن بصيد او قريب من الكندول الابوكندول نان артиكول البروجيكشن جنب الايه جنب الكندول الكندول الارتكول الابوكندول الان انا شايفت اوبريست دي دي هي الدلتود توبريس بتاع اليوم رس وشايف تيوبيركل جاية بس صغير وشايف فيه لاين اهو موصل من الدلتود توبريس الهيد اه هو ده الترايسيبس لاين اللي بمسك فيه اه لاتراهيد بتاع الترايسيبس براكياي مصر العضلة زاد تلت رؤوس بتيوبريس كبيرة والتيوبيركل صغير واللاين لوريج اللاين لوريجي يعني الريجي تبقى واطية منخفضة تبقى لين تاب لو ريزد تبقى ايه سبين زي الاسبين بتاع السكابول تاب لو شارب تبقى كريست هنا انا شايف ايه كانان ليفت سكابول شايف في الاسبين بتاع السكابولة بتاعت الدوج كانان يعني الدوج او الكلبيات وبعدين في اخيرة في اكروميوم روسيس ماشي وشايف فصة ايه دي الفصة المحاطة بالخط الاحمر المقطع ده ودي طبعا الشمال شمال ايه اللي انا نضبط في الايدي الشمال من اتجاهات هادي الاسبين وهادي البروسيس اللي هو الاكروميوم بروسيس ودي الفصة اللي هي الامفراس باينس فصة طبعا مقصوبة من نسبة واحد لواحد في الايه في الدوج كانان اللي هي الدوج في لاين اللي هي الكات اثنين على بعض كارنيفورس لأكلات اللحوم الكالبيات والقطيات وأكلات اللحوم انان ارتكولر هنا بقى انا شايف كده ايه فصة فصة يعني ديتشة وحفرة زي الاولوكرانون فصة شفناها في الايه في الهمرس وجميلة جدا ما بين الميديا الكوندول واللاترال ميديا الابي كوندول واللاترال اابي كوندول طيب لما تبقى دايقة بقى وعميقة نقول عليه فوفيا او بيت مقرة دي في الهيد اوفيمر احسن نقرة هتشوفها في بداية الترم التاني وانت فرحان بنجاحك في الترم الاول فوفيا نقرة او بيت ممكن يبقى فيه كليفت شقة او فشر كعنة كليفت فيه نوتش نوتش زي اللي نوتش كده بتاع الرم عمل ايه نوتش فيه بقى فورامن زي نوترانت فورامن سوكب الغذائي اللي دخل منه نوترانت ارتري والنيوترانت فين مال السوكب اللي تاعد ده 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 في الدوج بقى mound فيه العمرام Suite بقى فيه العمر ااا او السوكب فوقها الباكري اللي فوق الايه اللي فوق التروكلي ايه اللي فوق الطروكليا دي الترم الت resultado بتاعت اليوم راس فيها تروكليا وكابيتيولا ده فوق التروكلي بس برا تروكليا الفورة من اللي تحت بس احنا بنتكلم عن نوترانت فورة من اللي فوق اللي فيه السهم الاصفر مشاور عالية قربنا نخلص انا عرف نمصدعته علشان كده بقول لكم شكرا لكم ملء الكون على حسن الاستماع دكتور حاتم بهجات ساذ التشريح وعلم الاجنة كل الطب البطري بمشتهر جامعة بانها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة